يعيش لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه أزمة فقمتها جائحة كورونا وأجواء الخلافات السياسية وزاد من تعقيداتها التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وميليشيا حزب الله حليف إيران المهيمين على الحياة السياسية اللبنانية هذه الأزمة التي تتسع مساحتها يوما بعد آخر حذرت من تدعياتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي قائلة إن الوضع في لبنان يخرج بسرعة عن السيطرة باشلي وصفت في بيان لها الأحوال المتردية التي باتت تعصف بلبنان بساحة الموت حيث يواجه الضعفاء من اللبنانيين خطر الموت بسبب الأزمة الاقتصادية التي طالت المجتمع اللبناني بأسره وأدت لخسارة عشرات الألاف من اللبنانيين أعمالهم ومدخراتهم ومنازلهم وقدرتهم الشرائية المسؤولة الأممية بيّنت كذلك أن نحو مليون وسبعمائة ألف لاجئ غالبيتهم من السوريين ومائتين وخمسين ألف عامل من المهاجرين خسروا وظائفهم وباتوا بلا مأوى نتيجة الأزمة التي يواجهها باشلي دعت الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية للتحرك فورا بالشروع في إصلاحات عاجلة والاستجابة إلى احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم قبل فوات الأواني بحسب تعبيرها وخلال الأشهر الأخيرة فقد عشرات الآلاف أعمالهم أو جرى اقتطاع نسب من أجورهم وشهدت قيمة الليرة اللبنانية تدهورا حادا مصحوبا بتراجع القدرة الشرائية وفرضت قيود صارمة على الودائع المصرفية تحد بشكل كبير من عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج بسبب النقص الحاد في الدولار كل هذا إضافة إلى تعثر المفاوضات الجارية بين ممثلي صندوق النقض الدولي والحكومة اللبنانية يرى مراقبون أنه يشير إلى ذهاب لبنان إلى مجهول أسوأ مجهول يصادق على التحذيرات غير المسبوقة التي أطلقتها الأمم المتحدة بخروج الأزمة عن السيطرة